السلام لبنات الغزالات كديري لبس عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكون احوالكم طيبة تكون ان شاء الله في احسن الاحوال اليوم سنشارك معكم الروز بالاعشام المناسبة واللحم بدون زبداء بدون زيت ولا قطرة زيت يعني بدون دهنيات كيجي رائع غزال جدا جدا سوف ندوزوا دابا باش نشوفوا المكونات وكذلك طريقة التحضير واسرار هذا الطبق هناك نحتاج للحم يعني اللي بغيتون توما يعني الكمية ديال الحم كتبقى على حسب اعداد يعني ديال افراد الاسرة كذلك للحم يعني كيبقى الاختيار اشمل نوع ستعملو بيتول الحم او لدجاج هنا ضفت الملحة ضفت الكامون وضفت القصبور حبوب هدو هما لغادي نضيفهم يعني مطحونين من بين هاد الاعشاب اللي غادي نستعمل خديد جوج وراقتي للرند هنا ناخد حبات ديال التوم غا ناخد كذلك حبات ديال البصدار كيبقى اختيارين ولكن غا تعطي واحد لده رائعة عود ديال القرفة حبات ديال الباديان غا نحتاج لبزار بيد والبزار اكحل حبوب وغادي نحتاج هادو جوج عشبات اللي اخديتهم من المروزية متوفرة عندي ما مطحوناش اخديتهم من عندها غادي نسد على هاد المكونات وغادي نخليهم كي طيبو وغادي ندو الزبه باش نحضر الروز ديالي هنا بالنسبة للروز الابناس انا استعملت الارز الابيض الرقيق جدا يعني الرقيق علاش استعملت هاد الرقيق لان انا غادي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشدو غادي نغسلو مزيان ثلاثة حتى الاربعات ديال المرات وغادي نخليه في الزلافة تقريبا ما بينساعة ما بينساعة لاروب حتى الساعة كيرقدليا وكيشرب وكيتنفخ باش ملين نديرو في طنجرة ديال الضغط مبعد فاش غادي نحيد للحم والمكونات الاخرى ونديرو كيطيب بسرعة واكيد يجيني منفخ يجيني معلك ولكن ما يجينيش كيف ما تنقولو بحال العصيطة كيجي معلك ولكن كيجي حبه حدا حبه انتو ما تبعوا معايا فيديو حتى الاخر باش شفوا الشكل ديالا الروز كيجي في الاخر اكيد اللي ممتوفرش عندها هذا الروز الرقيق تستعمل للروز غلاسيري كنستعمله جميع واللي ممتوفرش عندها الروز غلاسير تستعمل اكيد الروز المغربي العادي اللي كنستعمله غير هو بالنسبة للطياب ما نفوتوش فيه طياب يعني انطيبوه انطيبوه في القياس ديالو باش ميجينيش مع الصد وميجينش مع الجل لان هذا الاكلاك تبغي الروز يكون يعني شوية يعني يكون حبه حدا حبه باش كنتمدقوه وكنتلددوه مع اللحم هنا من بعد فاش طابلية الحمو طابلية يعني جميع المكونات غنحيدهم غد نديرهم فحط طواء لاناني غد نحمرهم في الفران وغد ناخد الروز اللي انتم ما كتشوفوا راه تنفخ يعني شرب ذاك الماء اللي رقدتو فيه صافي غد نضيفوه وهنا غد نطيبوه على الطريقة اللي كان نطيبو بها الروز كيف ما كتشوفوا معي الكمية كافية اللي غد طيب لي الروز يعني ما بين الروز و الماء يعني كافية والروز كيف ما سبق لي قلت لكم يعني مرقده من قبل ما غدش ياخد لي واحد الوقت اللي هو كبير غد نسد عليه هنا وغد ندير صفارة وغد نقص البوطة وغد نخليه تقريبا 21 دقيقة صافي ومن بعد غد نحل عليه هنا كيف ما تشوفوا معي خديت الحم ديالي درتوه في الطاوال غد ندخله فالفران وغد ندهنه بشوية ديال السمن شوية ديال خرقوم البلدي غد ندهن مزيال لحيمات ديالي غد ندخله فران حمره من فوق ومن تحت مزيان حتى يتحمره بما انهم طيبين مزيان و الحمات صغر يعني غين نحمروا مزيان ره ما كيقصاحوش هنا الرز ديالي كيف ما كتشوفوا معي كيجي طيب كيجي معلك ولكن في نفس الوقت كيجي حبه هذا حبه يعني كيجي الحبه لسقه في الحبه ولكن ما كيجيش مع الصد بصفه نهائيه كيجي واحد تعليقه خطيره وهذا الأعشاب المناسبة كيعطوه واحد لده وحد اللي بنا ما نعودش لكم والروز يعني ره ذاك الماطلق قاعدوك ديالي في اللحم وذوك البروتينات يعني كاملين كينين في الروز يعني كيجي واحد لماذاق لي كامل ومتكامل احيانا كيجي وعدنا يعني الضياف كنستقبلوهم اولا اشخاص من العائلة ما كيبغيوش يعني مثلا في العشام ما كيبغيوش حاجة لك تكون طقيلة اولا كيف متى نقولوه تغماس شي حاجة لي تكلب الخبز كنتلف واشنو نحضروا لهم انا كنقطرح عليكم هالطبق كيجي غزال 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 بزاف الضيافة وطقوا بيالكلة غادي طلب المكونات والمقادير حاجة الوحيدة لنأكد عليها اللي دائما تكون عندكم هما الاعشاب المناسمة حافظوا عليهم يكونوا عندكم دائما في البيت بالنسبة للحم الروز راه موجودين يعني غا تخرجوا الحانو غا تلقاو الحمرات يكون عند القزار يعني هاد مكونات متوفرين فقط احتفظوا بالاعشاب المناسمة هنا انا عندي كوكاو اللي خليته سلقته نسلقة حيط له القشرة وخليته في الزيت بحال شكل دياللوس غا نحاول انني نزين به الحم ديالي ها هو وجد حتى هو غادي نزين به طبق ديالي وكي يكون هادا هو الشكل النهائي ديالطبق ديالي تزين البنات وطريقة ديالتقديم كي يبقى من الاختيار ديالكم يعني ماشي بالضرورة تزينوا بهات شكل هادا بالنسبة الكوكاو انا كاضافة من لعندي اللي متوفر عندها اللوز تستعمل اللوز ما متوفرش عندك لا اللوز لكوكاو رح كتكسافي فقط بالحم تحطي فوق من هاداك الروز رح كي يجي لديد وكي يجي بنين بزاف 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 يعني ما تحتاجيش تزيدي لي وحتى شي اضافة بالنسبة الاعجاب المناسمة انا خليتهم فالروز بحكم ان الطبق قدمته فقط مع الاسرة ديالي ما كين عندي تشحد اخر اللي يزيد علينا انتو ما منكنو عندكم يعني الضياف تقدرو تحيدو هادوك الاعجاب المنسمة يعني انتو ما كتحطو في الروز وفي نفس الوقت كتحيدو في هادوك الاعجاب كذلك بالنسبة لبزار الابيض او الاسود رح كولوه مع الروز ما كي يجيش حر بصفة نهائية لانهو كي يكون طاب وتشرب ذاك الموض يعني كل شي المكونات انسجمت مع بعضياتها دوك الاعجاب غير كلهم حيدو فقط ورق الرند وكذلك القرفاء ولي ما بقي رح كي يجي بنين ولديد خليتكم على خير و الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة